والله أذكر واحدة من الأشياء اللي ما أنسى استشارة مصرفية والله المحامي قدم رأيه مبطل شيء يا شيخ لو تدفع عليها خمس ألاف شوي خيل كم الدفع أدامي ريال قتلني والله قتلني قلت له قلت للشباب عطوني رقمه لا هذا لازم أتصل عليه يلا حيهم اليوم بنستضيف عبد الرحمن التركي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق إياس للمحامة بنصالف معها قبل ما ندخل في تفاصيل التطبيق بنصالف معها عن وش سبب اللي يعتقد أن الناس غير مقبلين على الاستشارات القانونية بشكل عام وش اللي يخوفهم وش المشاكل اللي كانت هالسوق وش بعض الأشياء اللي انحلت مع مرور الوقت وارتفاع الوعي ليش بدل منصة مع أنه يدير أحد مكاتب المحامة وشغله ماشي في الاستشارات وعليهم مقبل وامورهم ماشية فليش بدل منصة هالي كيف قدر يستخطب المحامين كيف قدر يفلترهم وش التحديات اللي واجهها في العمل معهم المحامين وفي بيع الفكرة أساساً للمستفيدين اللي في تصورهم أن المحامين بروحوا يدفع مبلغ عالي وما رح ححصل على قيمة جيدة بعد الاستشارة هذه فبنسوارف عن كيف وصلوا للنموذج النهائي أو نموذج العمل النهائي للمنصة تحديات المرّو فيها كيف يضمنون جودة الخدمات المقدمة واستشارات المقدمة أمور كثيرة ببنسوارف فيها سواء كان في القطاع القانوني أو في رحلتهم في تطوير المنصة اللي وصلت خلال تقريبا سنة ونص إلى 12 ألف استشارة بنناقش إن شاء الله تفاصيلها في حلقة اليوم حيك الله أخي عبد الرحمن الله يحييك سلام سعيد جدا صارت المستضافتك سيكون الشي لم يعرفون المتابعين يعرفكم سنوات وكانت حتى لضرار فكرة المنصة اللي نتكلم عندي اليوم كان مفرض نسويها سواء سابقا لكن ما الله كتب ناسي الشيسان فإن شاء الله أنا في المشكلة بس إننا لا 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 أذكر بدايتنا كانت يعني منتج قانوني الرواد الأعمال كنت أنت ما شاء الله سباك في هالشي وحاولنا نجلس حنوياك لأنه أنا أصلي اهتمام بالمسار إنه كيف تخلق منتجات إبداعية في المسار نفسه مسار مرة تقليدي محمد صير تقليدي فكنت أنت أول الأشخاص اللي فتحت مع خط صحيح أنا بديت معاك لنبدأ منها النقطة تحديدة أنا بديت معاك ببداية استشارات بعدين نفتح المجال وبداية نتناقش عن موضوع نأسس شركة أو خدمة مختصة في هالمجال لتقديم الاستشارات وقتها من اللي كنت أشوفه وحده من الأسمع من الناس يتعاملون معكم ما شاء الله ينتقدمون الاستشارات وشغلكم ما شيء أموركم تمام فوش اللي خلاك تشوف أنه لازم أسوي تطبيق تقدم خلال الاستشارات وش المشكلة اللي كنت تحاول تحلها لاحظت وأنا في المجال يعني أول شيء المجال أساس أنت توصل لشخص فيه صعب أنك توصل بشكل كده مباشر يعني أنك لازم تسأل اللي حولك تروح تسأل أحد حتى لما تجي أنت خارج المناطق الرئيسية يتكلم رياضة جدة مكة الشرقية أوكي اطلع برا تلقى المصيبة أكبر عملية الوصول للمحامي فيها مشكلة فكان الناس عبارة عن وصولهم للمحامي عن طريق علاقات عن طريق سؤال بشكل عشوائي فهذا اللي خلا طبعا فيه سالفة صارت جاني اتصال من سكاكا السلام عليكم عليكم السلام قالت المحامي فلان طبعا ما أنا محامي بس أنه صار تصور ذهني بحكم شغلي في هالمجال أنه محامي فما أنك دير شركة محامات أعيدي بالضبط أنا خريجي دارة أعمال ودخلت مجال محامات كشغف فدخلت في إدارة الشركات المحامات فجاء اتصال قالت أنا فلانة وضعي كذا 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 أنه زوجي يضربني بشكل شنيف واني أنا أبغى أتطلق وخلاص ما أبقى عيش معه بس عندي نقطة يلي مصبرتني والشي قالت أنه عندي عيالي هل لو انفصلت عنه أبقدر أخذ عيالي ولا ممكن يأخذهم مني قلت لهو شلونه مع عيالك اللي صدمني أن الحرمة يعني متأذية جدا من الرجل ومع ذلك كانت محايدة جدا قالت ما فيه ألطف منه مع عياله بالضبط أنا يعني عرفت هذه من القصص اللي فعلا بعدها دخل دخلت الفكرة خلينا نقول التطبيق بالشكل فقالت قلت لها بديت أسألها بعض الأسئلة القانونية اللي أنا أعرف لها تأثير في عملية الحضانة طبعا الكلام هذا قبل ست سنوات فقلت لها ما أقدر أجزم لك أنه ما رح يقدر يأخذ الوضع فيه كذا فيه كذا وضحت له التفاصيل معينة قالت اللي صبرني عليه ثمان سنوات أبصبر عليه مدى الحياة قالوا طيب ممكن أنت تلجي المحامي تواصل معه بطريقة كذا قفلت المكانمة بطريقة كذا عجيبة قفلت سمعها سبحان الله بعدها بكم يوم جاني اتصال ثاني تتواصل على أساس أنه يعني أنه تصلت قالت المحامي فلان قلت لا تفضلي أسألت بعض الأسئلة اللي تخص أنه أنا زوجي فيه وفيه وفيه نفس البنت لا 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 واحدة ثانية وأنه عندي مشاكل كذا قلت لها خيار الانفصال هو خيارك الأمثل الأمثل لأنني أنا ما أشوف أنه يعني فيه خطوات قبله قالت لي لا بس أنه أنا حاس أنه ما فيه مجال قلت طيب فيه خيار وهذا سبق أنه صار مع أنه سبحان الله يعني مجال شركات المحامات اللي أدرتها ما لها في الأحوال الشخصية بس سبحان الله قبل ست سنوات يعني أحس فيه فورة كذا في استشارات الأحوال الشخصية اللي هي الزواج وما الزواج والطلاق فخلت هالتصالات تجيب هالشكل المهم أنه قلت لها قالت لا قلت لها الخيار اللي أنا أشوفه مناسب فيه محامي بيتصل على زوجك واحد من الفريق عندي محامي بيتصل على زوجك وبيقول له زوجتك لو راحت المحكمة ترى بتاخذ واحد وثنين وثلاثة وأربع ترى هذي مين من صالحك فالأفضل أنك تصلح حلقتها معك خصوصاً أنها يعني مي بزهدة فيه كله خلاص تبغل المفصال بس أنه الوضع مو منطقي صارت المكالمة بعد تقريباً بدون بالغة أسبوع عشر أيام تصلت قالت شكراً ألف على اللي سويته أنتهت مشكلتي تماماً عشدنا نخرش أي بالضبط طبعاً هو كانت فيها مشكلة في النفقة وما النفقة وكان عنده بعض المفضيع اللي تعتبر من حقوقها يعني ما كانت عاملوا فيها منطقي فهذه خلتني أشوف فيه معاناة طبعاً هذا بعد كمية التصرف بس حق السكاكة هذه فعلاً هي اللي ضربت ضربت عندي وتار صراحة خلتني شوي وأنا من النمط اللي يعني أحاول دائماً لما أدخل المجال كيف أطلع بفكرة استثنائية فيه حتى لما جيت عن موضوع رواد الأعمال لما تكلمت معك فيه فجيت قلت الآن وضع المحامات ما تستطيع تصل لمحامي بشكل سريع وسهل وتعرف هو يناسب كل ما يناسب وما أخفيك يعني هذا يمكن كان نقطة بداية النقاش في الموضوع ناس كثير وتحديدنا شركات الناشئة يرون أنه تعامل مع محامي بيقصني بيعطيني مبالغ خرافية وكان الشيء اللي طلعنا فيه حتى وقته انشرته عندي في تويتر سابقاً كان باقي خاصة للشركات الناشئة وسبق سوياً جتمع معي ومع أشخاص ثانين بحيث أن نطلع بباقة هذي وأقدر خلاص أدفع رسم ثابت شهري فيه محدود بعدد الاستشارات وما لذلك ما أدري هي نجحت والله الصدقة لا يمكن ما نجحت لكنها هي صارت بذرة لهالمشروع لم بره يسوونها يعني فيه شركات محامات بره يسوون فعلاً فهي أنا أقول لك شفت هالهالهالهاجس والهم والوضع السوق يعني أنت الآن لما مشهور وقتها تذكر كنا نتناقش أنا وإياك كنت تقول يا أخي أنا عندي مشكلة عمالية ما أدري من المحامي العمالي اللي فاهم أروح له أنا أشتراني هذا مرة يجاوبني في أحوال شخصية ومرة يجاوبني في تجاري أبغى واحد فاهم في العمالي أنا والله مشكلتي أبغى شخص متخصص فيها هذه من المشاكل اللي موجود فالأخبطة اللي صايرة أنا خلني أعرف محامي أول عشان أشوف العمالي باللبط هذه من الإشكاليات غير كذا إشكالية أنه الناس طبعا حنا سوينا في البداية أول ما جاءت الفكرة سوينا زي المسح للسوق أن نبينشوف شا المشاكل هذا عام كم تقريبا تقريبا عام 15 2015 جينا ودرسنا السوق في مسألة أنه نبغى نشوف المحامي وشو الوضع من ناحية الأسعار من ناحية الخدمات من ناحية التخصصات من ناحية المحامي ومن ناحية المستفيدين أنت ليش ما تروح للمحامي إلا إذا تعقدت مشكلتك فلاحظنا أنه في مشكلة عند الناس أنا ما بغى أروح للمحامي محامي قالي محامي قد يستغل لني سمعة المحامي ما هي بإيجابية ما هي بخيار أروح لأول شي أول شي بسأل اللي حولي أحد صار لها شي طب اش سويت فقاعد يعتمد على تجارب ربعة اللي حول جايبين العيد يوفر شوية فلوس بس تحصير وتعقد القانونية تزيد وبرضة بعض المرات ما يقدر يعني لما تيجي تقول له مثلاً في القضية الفلانية أنا بس سرمها لك بالمبلغ الفلاني ما أقدر فهو طايح بين نارين خلت يروح لهالسلوك اللي يجتهد فيه ويخبط خبط لين تتعقد مرة ثم يروح المحامي مضطر غصباً عنه يعني حتى الدرجة في بعض السؤال وفي بعضهم تلقى خذ قرض عشان يسدد أتعب المحامي لأنه خلاص وصل المرحلة فعلاً طلعني بس الضبط طلعني من المشكلة اللي فيها بأي شكل فهذه خلتني أنه الناس عندها طيب كيف حل مشكلة هالسوق هذا هذا فيه سوق بس الناس مو مستوعبين خصوصاً أني أنا من دخلت المجال بحكم أني يعني مني بعقلية أني أنا أبغى أدخل في عمق المحامات كمحامي لا أنا جاي إدارة أعمال فقاعد أفكر خارج هالسوق هذا أنه معليش أطلع تجربة بره بره السوق ناضج جداً بريطانيا أمريكا وغيره كيف قاعدين يشتغلون لدرجة أنه وصل لتصار ثقافة يعني تشوف أنت العائلة تلقى لها محاميها أي نكبة يضح فيها العائلة تلقى المحامي فاهم الهيستري حق العائلة أو تاريخ العائلة فقادر أن يعالجها بطريقة تتناسب مع الوضع عندهم مع الأنظمة عندنا لا هذا الشيء غير موجود نهاي وصلت إلى مرحلة أنه طيب خلنا نشوف فضع المحامين الآن عرفنا مشكلة المستفيدين مو قادر يوصل المحامين لأنه ما في معلومات يعني ما عنده مصدر معلومات غالي في مثلا فيه الصورة عن بعض المحامين ما نعمم أنه فيه استغلال فيه كذا فيه كذا طيب أوكي فهمنا مشكلتهم طيب تعالي المحامين أنتم وراكم ما تستقبلون ذولي فحاولنا ندرس السوق بطريقة معينة على مستوى المملكة إشكالية السوق هذا أنه حر بزيادة لدرجة أنه كل واحد له اسلوبه يعني أنا أدخل كمحامي أنا ليه اسلوبي وش أستقبل من قضايا وش أستقبل من استشارات وش سعري ذلك لقينا أسعاري بعض المرات جينا نقيم مثلا على مستوى الساعة تلقى محامي ساعته 300 ليار محامي ساعته 400 ليار يس فقاب مبطبيعي تجي تدخل في التخصصات تجي تدخل فيه فلاحظنا أنه فيه فجوة وين تنظمها خصوصا أنه اللي واجهنا فيه إشكالية وأنا هذي متصورها لأنني أنا عايش بوسط السوق هذا لأكثر من عشر سنوات أنه كل محامي له برستيجة فوش ما تجي وش ما تتحرك حركته فقيلة أنا أتكلم مثلا المحامي اللي وبصنفهم فيه محامي كبار فيه محامي أقل وفيه مثلا محامي متدربين فلما تجي أنت تتحرك مع الوسط والكبير حركتك مرة ثقيلة وصعبة ليش؟ لأنه قاعد تحرك في نطار وقاعد يبني لها برستيج معين ويبني لها أتصور حتى شغلهم ماشي كبزنس بالضبط فهو بزنس ماشي عنده وشغال بعضهم مو ماشي مرة بس أنه يعني ماشي أموره ولا يبغى عنده تصور أنا ما أبغى أوصل مرحلة أو نزل نفسي أو نزل مستواي فما عد أصير أقدر أكسب في السوق اللي أنا أبغاه مع التجار ومع كذا أذكر أنا في أحد المحامين كلمته القضية سابقة وقال لي أنا بس قد يكلمك الآن لأنك جاي عن طرف فلان اللي أنا فره ما استقبل ما استقبل الناس ما أعرفهم سجل هذا برستيج عنده هذا بالبرستيج والتعامل اللي ففي صراحة أنا أعتبرها في ما أقول الكل في بعضهم زي العسل لكنه في طبع كذا بارز النرجسية الزايدة بشكل خلت أنه فعلا السوق فيه مشكلة طيب السوق يا ناس فيه فرصة طبعا نتكلم عن بعض المحامين أي يس يس بعض المحامين ولا أنا أقول لكم أي لا لا بعضهم زي العسل وتحاملت معهم وأصدقة بالعكس من العز الأصدقة لكنه أرجع أقول أنه حتى لما أكلمهم يا جماعة فيه فيه سوق أنتم بطريقتكم هذي أنتم في برج والمستفيدين في برج لا أنتم قادرين تنزلوا لهم ولا هم قادرين يرقوا لكم مش الحل لازم فيه حل في الأخير لازم أنك تعمل نوع من التوازن بعد ما درسنا دخلنا في فكرة وقتها كان حجم زي ما قلت لك في 2015 2016 كان حجم القضايا وحجم الجوانب الحوال الشخصية كذا كاثر صيتها شوي كاثر مشاكلها وفيها بعض التركيزات العلامية سواء من مغردين خلطنا نتجه إلى أنه نفتح أنا جاي في بالي فكرة حتى سجلتها كملكية فكرية بس كتشفت أن السوق ما استوعبها اللي هي تأمين قانون عندنا تأمين طبي صح؟ صح أنت تأخذ بوليصتك تأخذ خدماتك مقابل البوليصة قلت أنا أبجي أشتغل على تأمين قانون أبعطيك بوليصة قيمتها محددة لأنك أنت خايف من القيمة حلو؟ بس على الأقل لا أحدد لك على الأقل أنا قاعد أحاول شف أنا قاعد أحاول أعيش هنا وأعيش أعيش مع المستفيد وأعيش مع المحامي لا أبغى لأخبط ذا ولا أبغى لأخبط هذا فجيت وقلت إحنا نسوي بوليصة البوليصة هذه لها خدمات محددة ولها قيمة محددة حيث أنه بناءً عليها أنت عرفت قيمتك عرفت منه محاميك عرفت وضعك عرفت كذا وأنت يا المحامي عرفت القيمة اللي أعيدك أنشأنا منصة يعني كمنصة تقدر تتداول من خلالها هالبوليصة هذه وتستفيد من الخدمات وكذا كانت في البداية اللي هي اسمها مشروع أمان أمان القانوني اشتغلنا عليه تقنياً نفذنا سيستم أزعم أنه يعني ما يخرش الميا على قولة المصريين لا من ناحية أنك تقدم استشارتك ولا من ناحية الرقابة اللي على الاستشارة من ناحية التدقيق ومراجعة حتى كوننا فريق مراجعة وكوننا بس لما تقول تداول وش تكسل تداول أنا تقول تداول البوليصات هذه أي لا البوليصة أنه أنا الآن المنصة تدخل تشتري بوليصتك حلو تشتري بوليصة التأمين حقتك التأمين القانوني لما تشتريها تختار من المحامين وترسل لها استشارتك أو الخدمات اللي فيها طبعا هي مفصلة بطريقة معين الخدمات والشي هل هي قضايا هل هي عقود هل هي تشتري كأنك تشتري تشتري اشتراك في المنصة تستخدم الحزب بالضبط دخلنا بدنا نشتغل فيها ولأنه في قطاع الأحوال خلناها متخصة في قطاع الأحوال الشخصية بحكم أنه قبل عشان أنت لو عندك مشكلة زوجية نفقة ولا حضانة ولا شفت هذه كلها كل واحدة قضية الآن لا صار العدل وزارة العدل طلعت تشريع جديد ضمت القضايا بقضية وحدة وتصير يعني سرعت الموضوع وسهلتها بشكل بشكل مرة يعني سابقا كان حتى لما نفس الشخص بالضبط يعني أنا الآن الزوجين يبون بينهم قضية نفقة وبينهم حضانة ترفع قضية النفقة لحالها والحضانة الحالة فصائية عرفت فصائر مفككة وسوال الآن مع بعض هنا بدنا رحنا حتى صار فيه لقامع وزارة تنمية الاجتماعية حكم أنه عندهم مستفيدين تبع الضمار الاجتماعي هي كمبادرة احنا افتحنا مبادرة مع الجمعيات صار فيه مجموعة الجمعيات من أكبر الجمعيات في السعودية ومع التنمية الاجتماعية كنوع من أنه الجهات ممكن تدعم بطريقة معينة البوليصة هذه بحيث أنه يستفيد منها اللي ما يستطيع دفع قيمتها البوليصة التجاوب خطير وقعنا مع التنمية الاجتماعية الجمعيات والله يا مشهور ما أدخل جمعية إلا أطلع كتلة من الإيجابية والفرح عجيب صف قولك يقولون حنا معك اكشترون طيب جينا جينا النثر حلو المشروع على المستوى النظري المستوى التنفيذي وجاهزيته ممتاز والتصفيق ممتاز برد بالضغط تنفيذ صفح ما حدشتر شيء فشلنا يعني فشل بريح في عملية التنفيذ قاومنا وش المشكلة المشكلة ما في أحد قاعد يتقدم خطوة نحو الطلب طب ليش ما في طرسك على الجمعيات ما طلعت فتحنا طبعا لا لا الجمعيات هو كجزء احنا فتحنا على الكل والجمعيات رحنا كمسار مستقل يعني التنمية الاجتماعية يوم احنا نوقع معهم كان عندهم 77 ألف حالة في الضمان الاجتماعي عندهم مشاكل قانونية مو بس 77 كلهم لكن جزء كبير منهم عندهم مشاكل قانونية في موضوع الأحوال الشخصية وليش يهم التنمية الاجتماعي أنهم يحلون المشاكل القانونية اللي هذولي لا كنوع من تقديم الخدمة بما أنه هو تحت الضمان الاجتماعي وقعد يستفيد من مجموعة خدمات تبع الضمان الاجتماعي فأحنا جينا وقدمنا لهم مبادرة أنه من ضمنها الجانب القانوني بحكم أنه أصلا الجانب القانوني حتى جبنا لهم دراسة أنه كيف الجانب القانوني أحد عوامل استقرار الأسرة مبنية عليه استقرار الأسرة بيخفف مستوى الجريمة بيخفف مستوى كذا خصوصا أنه الضمان الاجتماعي عواء الفقيرة فجبنا لهم دراسة متكاملة كان في عدة اجتماعات معهم إلى درجة أنهم فعلا نقتنعوا بالمشروع المطروح وتقدموا خطوة ووقعنا مع بعض جينا نتقدم خطوة ما فيه على المستوى الشخصي مع الناس عموما تقعد تسوق للمستفيدين كمستفيدين وقاعد تجي للجمعيات كجمعيات بردو تتعمل مو ما مشي أنا خطوة واحد هلو كانت المشكلة التسويق؟ أو ترويج المنصة؟ قلت يعني وقتها قاعدين نحلل المشكلة قلت لو أنها احنا عندنا إشكالية مثلا مع المستفيدين أنه مو مستوعبين مثلا والله فائدة هالمنتج طب احنا دخلنا مع جهات ووافق بس ما تقدمنا خطوة معهم كل ما يجينا نتقدم يعني مثلا واحدة من الجمعيات قالت يلا ثم اليوم بدأنا قالت طيب بس المستفيدين ما يعرفون يتعاملون مع التقنية أنتم موقعكم كذا طيب احنا كان بس موقع إلكتروني كان موقع إلكتروني فدخلنا في تعقيدات عرفت وضعها طبعا وقتها ترى حجم الثقافة القانونية أو الحقوقية عند الناس كانت على المستوى الطبيعي المنخفض ترى الفترة الأخيرة لا من ناحية جهود وزارة العدل في هالموضوع ولا من ناحية حتى الوزارات الثانية صاير في موجة في السوشال ميديا في عملية التثقيف بالحقوق وما الحقوق ونت لك حق في كذا ولك حق في كذا فصارت الناس واعية الوعي هذا ما كان موجود يوم نطلع فما قدرنا نتحرك وصلنا مرحلة قاومنا سنة سنة ونص سنتين شفنا أنه ما في مجال هنا وقفنا خلص أنا جيت قلت يا جماعة مشروع هذا شكرا اللي معي الفريق إذا عمل يعطيكم العافية هذا المشروع أنا بقفله ما رح يمشي لا أصبر فيه يعني شفت التصفيق والدعم والحافز اللي كان يجينا كان بعض الفريق يعني متحمس له فقال ليش تقفل ما زال فيه فرصة طيب نعدل قلت ما عد ينفع هذا البزنس مودل والطريقة هذه ما عد تنفع وشلت قاتل فيها يمكن مو وقتها يعني كوني أنا جيت قدمت بوليسة قانونية وين أنا سبقت أي ما حيانا تطيح مشكلة أنك سابق بالضبط سبقت بشكل السوق ما استوعبني فجينا إلى النموذج الجديدة طبعا إحنا لما دخلنا النموذج يعني عشان تعرف الشغف والهوس في الفكرة أنه أنا لازم أطلع بمنتج أبداعي يخدم الموذج الجديد اللي هم من خلال تطبيق إياس اللي هم من خلال تطبيق إياس شلون قبل شركة تقنية لأنه دخل معك شركة تقنية أنا دخل معي شركة تقنية في إياس في أمان كان لا كان التمويل من الوالد الله يعافظ حولا فكنت شغال بدر دراعي اللي هو شريكي الحالي القانوني شريكي تقني عفوا في إياس في وقت أمان كان أشبه بالمستشار مطلع معجبته الفكرة قاعد أداول أنا وياه بعض الأفكار في إياس دخل معي رسمي وقتها حتى جيت البدر قال بدر طيب ممكن أنت تبدأ في أمقته تكمل في أمقت بدر أمان أنسى مشروع فشل وانتهى وبقفله ما عد عندي نية وش كان الشيء اللي تعتقد يعني كان بينجح في إياس ما نجح في أمان أنه أنا جيت بكتلة كبيرة جيت بليصة فيها قضايا فيها عقود فيها استشارات يا أخي طيب من ضمن الأشياء الفيدباك اللي جانا جانا واحد قال يا أخي أنا أبغى استشارات بس ما بيعقود بالضبط أنا أبي طيب عقد عمالي بس أنا أبي فجتنا طلبات تفصيلية ما فيه رب الظهني أنه أنت لأنك معطيني باب أيوه يعني دفعني أكثر بالضبط بالضبط فهنا وصلنا لمرحلة أنه لا عندنا مشكلة ثانية أنه الناس أنت كونت منتج صح بس هي عندها حاجة بسيطة قاعدة تناظرها ما تبقى تنتفك لك جينا الموضوع طبعا في هال منطقة أنا المحامين كل ما أجلس مع أحد أوكي ثم لما يجي التطبيق يهنق معك يهنق ليش لأنك بتدخل في سوق هو يخاف على عمراه على صورتها أنت ما أول شي كلمتوا المحامين لأنه هي الفكرة التطبيق أنه يجون الناس يطلبون استشاره وفي محامي رد دائم بس بديت أول شي بالتطبيق قل أنكم جيبوا المحامين حنا أول شي بدأنا بالمنصة بتطبيق بدأنا نشتغل عليها ثم مش سوينا سوينا خلينا نقول أشبه بالإعلان بالحملة لمسألة استقطاب المحامين الحملة هذه وش كانت القنوات اللي تستهدفها السوشال ميديا السوشال ميديا أنا أستهدف أنه محامين بالمواصفات الفلانية وضعهم كذا كذا الصدمة خلال أقل من أسبوع جاني ألف سيفي يس إحنا ما كنا نتوقع ما نتوقع ولا نص الرقم وإن شرت في السوشال ميديا واستخدمنا بعض المؤثرين في عملية حتى ما كان يمكن مؤثر واحد أو مؤثرين مو كثير لما جتنا الألف سيفي هذه فوق توقعاتنا بمراحل لأنه أنا وصلت المرحلة قلت يا جماعة ما رح نبدأ المشروع بالطريقة هذه يعني المحامين واحد يتقدم خطوة واحد يرجع أنا أبغى أبدأ والناس إذا بدأت ما رح تفق إذا ما في خدمة صح وش الفكرة؟ الفكرة أني أنا بأنشئ فريق فريق هو اللي أبني عليه المنصة في البداية فريق محامين بالضبط أنا أجيب فريق محامين أجي أتعاقد معه حتى لو أدفع له بس في الأخير منصة تتقوم صح سأسن المستبيدين لما يجون يلقون محامين الألف أفرزناهم خلناهم وصلنا إلى مياه طبعا فرز صار عندنا لجنة توظيف أو مو بتوظيف لجنة خلنا نقول فرز ومقابلات كم واحد كنت؟ أنتوا بدر وكم واحد ثاني؟ لا بدر ما دخل في المرحلة ذي بدر لاهي في التقنية العملية التشغيل أنا والشباب اللي وش اختصاص كم كان؟ فيه إدارة أعمال استقطبت قانوني وفيه التقني التقني كان معنا ثلاثة وأنا والقانوني وكان معنا تقريب المساعد داري فيه فيه عندنا مساعدين بالبارت تايم جاي علاقاتهم كان دوام ممكن تبغى تزيد عدد المحامين أنا أبغى أثبت يعني شفت اللي أنا عجزت أثبت عدد محامين علاقاتهم أبدأ فيهم المشروع لأنه كل ما جيت مع محامي يبدأ معي ويرجع ما هو يعني خايف تعاون قصدك بالضبط أنا أقول لي أدخل المنصة في البداية أصبر علي أصبر على المنصة وتراك بتحصل خير يبدون ثم تحس إنه مو متفاعل تجي طلبات بالملاحق بالتليفون يا فلان في طلب عندك سوي كذا صلح كذا هذه التجربة خلنا نقول التست في مرحلة التست وصلت للمرحلة قلت لا كذا ما ينفع لازم أنا أعين لي فريق خلاص أنا ضامن أنه متواجد شغال بالستاندر لا مش دوام كامل بقدر ما أني أنا أنت خلك ستاند باي معي أي طلب يجيك استقبله وحله وأنا بضمن لك حد أدنى من الدخل حلو حلو أساس أنا خلاص عشان ما يحسون في فرصة بالضبط أي واع أساس أنا ما جيت برضو وقفتك من وظيفتك أنت في شغلك هذه بتجيك على جوالك أنت بس تفاعل معها بالشكل المطلوب وبالستاندر اللي حن نعاطينا لما جونا الألف اشتغلنا معهم فرزناهم صاروا 119 تعمقنا أكثر وصوينا مقابلات وظيفية يعني أشبب مقابلات وظيفية وش لي نزلهم الـ 119 هل أنه كانوا هل تبحثون عن مؤهلات معينة بالضبط أي كانت عندنا مؤهلات معينة صايرين مثلا في البكالوريس عطني أفضل البكالوريس في الماستر لا أولوية كدرجات كدرجات يعني واحد عندك بكالوريس وعنده خبرة مثلا خمس سنوات عندي لا أولوية من غيره عندي والله واحد خبرة مثلا ثلاث أربع سنوات مع ماستر أولوية وأكثر فقاعدين ناخذ الأفضل خصوصا أنه في الإعلان كنا صريحين شوي في مسألة أنه إحنا المحامي هذا وش نبغى فيه وصلنا 119 قابلنا الميه وتسعة عشر كمقابلات مشينا معهم الميه وتسعة عشر نزلوا إلى تقريبا بعد المقابلات وسوينا أربع مراحل اختبارات دخلت أنا دخلت أنا مزمز في الموقوع ليش؟ لأنه مقتنع أنا بالسوق فما أبغى أدخل لأنه ما في نموذج أقيس عليه فأنا أول واحد بطلع للناس ما لقيت شيء مشابه بره؟ أبد بره بالبزنس مودل اللي أنا بدخل بالجديد في إياس ما لقيت فما لقيت نموذج عام لقيت النموذج التقليدي أنه أنت في طلب تروح ترفعه يوصل للمحامي والمحامي يبدأ يدرسه ثم يجي يرد عليك النموذج التقليدي التقليدي بس يرتفع تقني هذا النموذج ما يمشي ما حسيته نموذج يعني ممكن يتواكب مع السوق وتقدر يعني تحقق فيه النجاح كويس بعد ما مرينا بأربع مراحل اختبار كنا شغل شغل يمكن جامعات مستأجرين مستأجرين في الفنادق قاعات وفي اختبارات تحريرية في اختبارات شفاهية يسا يولا يولا على أي اساس أنه يبقون يجتازون المراحل هذه شوف أنا كنت حاط ميزات وقتها كنت متعاقد مع جهة قانونية أنه اللي بيتجاوز معي في مكافآت هذا واحد ثنين في عملية تطوير قانوني مرتبطة في الشخص نفسه سواء كنت تبقى تستهدف أنك تاخذ دورات خارجية ولا تاخذ فمعطي أنا كتلة خلنا نقول ميزات إذا تجاوز ترك بتاخذها فأنت حط حوافز لتخليهم يبقون يتجاوزون روح بظهر لان إذا ما حواز ما رحلت لا أنا أقول لك صارت عندنا يعني خلنا نقول غرفة عمليات في الموضوع هذا تجاوزنا صفة منهم تقريبا يحدد الـ 25 إلى 28 هذولي نقوة هذولي هم اللي ثبتنا عليهم أنه إحنا نبدأ بدأنا والموضوع إلى هنا تمويل ذاتي إيه إلى هنا تمويل ذاتي طبعا تمويل كلها من الوالد الله يحفظه هنا خلاص بدت العملية تتضح أنا عندي قوة قانونية تقنية عندي قوة نبدأ باسم الله في نموذجنا جديد نموذج جديد وش فكرته وساطة أنا وسيد لا عدني بأبي بوليصة تأمين ولا يحزنون أنا وسيد بينك وبين المحامي أنا قاعد خليك توصل للمحامي بشكل سريع تعرف المحامي هذا وش اختصاصاته تعرف وش خبرته تعرف وش تفاصيله بشكل سريع توصل له تعطيه خدمتك وتدفع المقابل بشكل خلنا نقول معقول الصورة الذهنية اللي عند الناس في مسألة السعر الغالي لما بدينا حسينا أن النموذج ما مشى شوي وش كان نموذج العمل في بداية النموذج أنه أنت الآن تجي تدخل تحدد وش مشكلتك يعني مثل والله عمالي تجاري جنائي ثم تكتب استشارتك و لازم تدخل مرحلة الدفع كالمحامي هذه من الاشكاليات اللي فعلي نسيت أذكرها أنه لما جينا للمحامي هل نقيم بالاستشارة ما ينفع لو قيمنا بالاستشارة بتصير الأسعار عالية نفس المخاطر اللي عند المستفيد صح دخلنا في أنه لا الاستشارة عادة كم بتاخذ فحللنا وشفنا بناء على درسنا بعض العوامل اللي وصلتنا إلى رقم يعني نوعا ما توقعنا أنه هو المناسب اللي هو أنه أنت يا المحامي تقدم استشارة مدتها 15 دقيقة بس يعني المستفيد بيدخل معك ب15 دقيقة فقيم لي الـ 15 دقيقة يعني إذا ساعتك بألف معناها هالـ 15 دقيقة هذي 250 إذا أنت ساعتك بـ 300 بـ 500 على هالأساس الناس كثيرة تصورهم النسبة الأكبر عنده استفسار سريع بضع بدي أسرع معلك فأنا أبغى أسحب رجل الناس لطريقة يعني سلسة وسهلة وسريعة المحامين تجاوبوا ولما أقنعناهم حتى صار وقتها في جلسات زوم مع كذا يعني صرنا ناخذ المحامين يعني حنا عندنا هالـ 25 أو 26 ذول يشغالين وعندنا المجموعة المحامين اللي نستهدفهم قاعدين نسوي زي قروبات الزوم كل زوم نجمع فيه خمسة ست محامين نطرح للمشروع نحاول نقنعه فيه ونقول له تعال أنت الآن بدلا ما تجيك استشارات في تويتر وفي الواتساب وتشغلك هذا التطبيق بيأرشف لك استشاراتك بيجونك الناس بدفعول لك فلوس في قناعة جيدة بدأنا اتخلوا المحامين بدأنا نشتغل على هالموضوع لقينا أنه فعلا خيار الخمسة عشر دقيقة خيار ممتاز إلى اليوم تقريبا تسعين بالمئة من الاستشارات خمسة عشر دقيقة كافية بس نموذج عالل ما تصور بداية كذا أنا أذكر أني استخدمت التطبيق في بداياته أي ما كان كذا هو طبعا لما حنا وصلنا الآن لنموذجها لما بدينا البداية كانت الدفع أنك تدفع قبل ما تأخذ الخدمة المبلغ كامل بالضبط أنك أنت الآن المحامي حدد خلاص أنه الآن شرحنا المحامين وأقنعناهم أنه أنت عشان تبدأ سعر لي هالربع ساعة اللي بيأخذها من وقتك المستفيد فسعره واجهنا مشكلة عند الناس خايف خاف أدفع يمكن ما استفيد نشوف طلبات تلغي أي طلب في البداية كنا نتواصل معه دايل ليش طلبات المرضية ليش والله أخاف ما استفيد رحت جبنا جبنا نموذج جديد ما هو موجود استفدنا من بعض الأفكار اللي موجودة سواء في السوقين أو السوق برة أنه وصلنا لنموذج تعال وادخل خذ الاستشارة بعد الاستشارة أنت قيمها وأنت حط السعر المناسب أنا أنا بديت أستخدم إياس في الفترة هذه أيوة كان صراحة شيء غريب مرة لأنني أحس تعرف خمسين ريال استعم غريب شاورنا المحامين إحنا هنا قبل الخطوة هذه أنا الفكرة كنت مقتنع بها أنها بتسحب تسحب رجل الناس أبغى الناس يجربون لأني أنا واثق بالمنتج وجابت نتيجة جيدة؟ جابت نتيجة خرافية شخي بس بعطيك شيء لا لا بعطيك شيء نتيجة خرافية في شيء وغير جيدة في شيء ثاني جابت لنا حجم طلبات مطبيعي انكبوا الناس طبعا قبل ما نسويها قلنا للمحامين إحنا نواجه مشكلة الآن الناس خايفة ما تطلب شو نسوي؟ قالوا قدموا مجانا أول استشارة مجانا قلت لا أنا ما أبغى أرخص الموضوع يعني في الأخير أنت محامي قاعد تقدم خدمة عليها ما أبغى أرخصها بالشكل هذا قلت فيه خيار أن نحن نقول لها تعال سو كذا وبعد اطلب استشارتك وبعد الاستشارة قيمها وسدد بلنا أذكر الضار طورتها قلت لا قيمها فوق 50 ريال لا هذه جينا بالضبط احنا جينا في هالفترة المحامين أوكي طبعا سونا استفتاع على الغالبية ما أموم بالكل على الغالبية كذا خذنا أصوات واستفتائنا كنت أقدر استشير محامي هذا اللي صار جاءنا حجم طلبات عالي تفاعل ممتاز والله أذكر واحدة من الأشياء اللي ما أنسىها استشارة مصرفية والله المحامي قدم رأيه مبطل شيء يا شيخ لو تدفع عليها خمس ألاف شوي خيل كم الدفع هذا أمي ريال قتلني والله قتلني قلت له قلت للشباب عطوني رقمه لا هذا لازم أتصل عليه شف سؤاله عميق والرد اللي جاء مدروس عطوني رقمه أنا أبغى أكلمه أنا أبغى أفهم كيف يفكر هذا خذت رقمه دكت عليه أنا سؤال واحد كيف الخدمة طبعا في بداية قلت له معك فلان من تطبيق إياس كيف الخدمة معك مبسوط الرجال مرة قال صراحة أنتم شي خرافي قلت شكرا ليه ريال ليه قال صدمني صراحة بجوابه قال تبيل جد هوز علان أدفع لـ 100 200 500 يعني أنت ما عندك مشكلة تدفع قال لا والله قلت أجل ليش حطيت ريال قال والله ما أدري كما حط هاي هذه ترانا توهق فيها بالضبط يقول أنا ما أدري كما قيم كنت حط ريال بسعد مو بريال هاي عرفت يعني حسيت أنه يطقطق قال والله أني حطيتها كذا وكنت عجل وكنت مديش أقول في مشوار ولا خامت وكذا زي اللي يقول خلصت بس أبي أخلص هالتاسك أنا أذكر كانت كنت أطيح في معضلة كذا ومن بريال حتى يعني قال لي شوي محتر من الجهد أفكر أقول طب هو لو أحط له خمسين الحين يناسب لا أشيء الحم اللي أعطيه مية هل أنا قاعد أتطبله أعطت مية هل بدفع أكثر من المفرد أدفعه ما أدري بش بالضبط هذا اللي واجهناه أنه الخدمة الفكرة هذه جابت عدد مو طبيعي بس جابت سلوك في السداد خير طبيعي سيء يعني كثير اللي يسدد عشر ريال كثير اللي يسدد بس اللي كانوا يقدمون الخدمة هم الناس اللي تضمن لهم دخل اللي يضمن لهم دخل وش سوينا لا وطبعا فيه أما أنا إحنا جاسين إحنا جاسين في هالفترة قاعدين نقنع في المحامين فقاعد يدخل عندنا تدفق يومي في المنصة المحامية بس بنموذج يختلف عن ضمان الدخل اللي ثابت اي 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 انه ادخل وترى نموذجنا هنا في البداية الاستشارة الأولى هي اللي بيقدر يقيمها احنا قلنا الاستشارة الأولى تقدر تقيم وتدفع بعدين بعدها خلاص تدفع قبل لأنه احنا كنا نبغى نسحب رجلك في الاستشارة الأولى لأنك تجرب ثم بعدها خلاص تدخل على النموذج وكما النسبة لي لكم ونسبة لي أخذ المحامية هنا 25% والمحامية 75% فهنا واجهنا اشكالية وكان المحامين معهم حق انه لا يجمع كذا انتم عدمتونا فطلعنا على طول بقرار سريع اي محامي قاعد يقدم خدمة ما تقيم بشكل صحيح من المستفيد احنا نضم الله حد أدنى على اي استشارة هنا بدت العملية تتوازن بس صار استنزاف مطبيعي الكمية الطلبات يعني تتدفق بشكل ممتاز بس النموذج مو قاعد يمشي صحيح حين هنا صار بدأنا ندرس السلوك هل الناس ترجع ولا ما ترجع عشان نعرف انه هل كلهم جدد ولا في ناس ترجع اللي ترجع معناها خلاص تشرب الفكرة منك وصار ولاء فيه ولاء لك هذا بيصير يسوق أصلا بس ما مدري عن قصته هالشي ولا لا أو شفته احتياجه على مدى عامة الناس وش مدى احتياج للناس لخدمات القانونية يعني أنا مثلا شخص ممكن لي سنة ما احتاجت أسأل محامي أي شي مثلا بالضبط اتصور عامة الناس ممكن يقعدون خمس سنين ست سنين ما يحتاجون ولا استشارة قانونية فهل تشوف هذه طريقة واشي رداء مناسب انك تقيسه بالضبط هذه من التحديات اللي كانت عندنا انه احنا كيف نشتغل على أساس انه الاستشارة مو به مرة واحدة في حياتك كل مرة واحدة في السنة كيف نخليها سلوك عندك انه انت حتى في التسويق في الشغل اللي قاعدين نشتغل انه اي سؤال في ذهنك ادخل واسأله انت واقف عند محل استلمت بضاعة معينة طبعا هذا التفصيلي كما ذكرناه امان كان احوال شخصية اياس لا مفتوح احوال شخصية تجاري عمالي حتى دخلنا في السفر والسياحة الصورة الذهنية مرتبطة انه الخدمات لو بروح استشارة قانونية انا بروح وقت الزنقات وانا برايح كل وقت ففعليا يمكن يكون البزنس طبعا الشخص يشوفه من بر انه غير مجد انه بستهدف ناس ما رح يكسبهم مو متكرر ايه ما في شراء متكرر للخدمة لانه في النهاية بيجي بحل أزمة عنده هذا يمكن صار مياحة شخصيا اخر مرة استخدمت اياس قبل ثلاث سنين احتاج فيه هو فعليا الناس اول شي مع زيادة الوعي اللي قاعد يصير من الجهاد الحكومية ومن المحاميين السوق قاعد ينضج بشكل على وعي الحقوق ووعي انه وش لك وش عليك هذا قاعد هذا قاعد يساعدنا في عملية تكرار الطلبات بس لو توضح في الوضع المثالي بخصوص جزئية تكرار الطلبات تخيل انه الناس عندهم الوعي الكامل حلو في جميع حقوقهم في جميع الحاجة الكاملة الاستشارة محامي او قانوني كلمتها بيحتاج تجيك وليش بيجيك هو انت الان عنده مشكلة مثلا خلنا نفترض افتراض انت الان لو بتسرم شحنة فيها بضاعة مع عيبة انت تحتاج لك حق ولا ما لك حق لو انا بعطيك مثال هو مو بقانوني بس قاعد يعطيك تصور على الناس كم حجم البلاغات اللي ترفع في مثلا تطبيق بلاغ حق وزار التجارة رقم هائل اش معناها مستهدف لما باجي ادرس حجم القضايا في المحاكم في ارقام تتجاوز في السنة ثلاثمائة اربعمائة الف قضية مش معناها كل قضية فيها طرفين معناها انت تتكلم لو اربعمائة الف قضية معناها ثمانمائة الف طرف بس على نقطة بلاغ المحامي ما تصور انه كل محامي بيكون ملم بأنظمة هيئة الاتصالات وبأنظمة وزارة التجارة وبأنظمة لا انا اللي اقصد انه شف حجم البلاغات هي عبارة عن مشاكل متعلقة بالمنشآت التجارية كل مشكلة هي مستهدف انه يكون فيها شي قانوني للشخص يعني انت الان ليش تبلغ اما لانه عندك مشكلة في البضاعة اما لانه عندك ففي الاخير انت عندك احتياج قانوني بس انت ما انت بنتمر يعني ما عندك برمجة ذهنية انه انا في هالوقت احتاج محامي عرفش بس عشان نوضح المستمع انت ما عندكم تصنيف للمثلا المشاكل التجارية عندنا تصنيف تجي انت مثلا عندك تجاري اذا مشكلتك تجارية عندك مشكلة في السفر والسياحة مثلا بس خلنا على التجاري لان قول ما اعتقل تجاري سواء كان مع التجارة مع البلدية مع الاتصالات مع اي لا هذولي انت تتكلم عن جهات حكومية انا مش انا مشكلتك اتكلم كتشريع انه انا جاي والله شركة سهيل سارت معها مشكلة حلو هل توقع ان الشخص المحامي هذا متخصص في القضايا التجارية بعد كل الامر لا 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 عندك الآن اي بضبط عندك اختصاص مجرد ما تختار التجاري يقول لك تعال حدد ووش المشكلة اللي عندك المشكلة عندك هي في علامتك التجارية ولا مشكلة في بضاعة انتخذتها فيها مشكلة معيبة حلو فنتفرع الاختصاصات بضبط ولما تدخل على التجاري تحدد انت وش الاختصاص اللي تبغاه حالي ففعلا كان عندنا تحدي اللي هي مسألة انه يمكن يجيني مرة واحدة وما يجيني اللي بعد سنة الآن في بعض الناس تجاوز عدد استشارات احنا ما لنا تقريبا سنة وشوي منطلقين بالانطلاق الكامل سنة وتقريبا اشهر بسيطة في بعض الناس وصل الى تسعة عشر استشارة عشرين حرفت ومو بواحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشر ولا عشرين فكم مجموعة الاستشارات من النص الان الان تجاوزنا اثنى عشر الف استشارة تقريبا قياسا بالمكاتب اتصور انه هذا عدد عدد كبير عدد كبير عندنا تقريبا فوق خمسمائة محامي وصلنا الى امس تقريبا تجاوزنا انتم تقيسون عدد الطلبات المرسلة وعدد الاستشارات المغلقة بالضبط الاستشارات في استشارات يتراجع العميل قبل ما يدخل مع المحامي حلو هذه غير محسوب هذه غير محسوب هذه اما انه عنده اشكالية وكان يبغى وانتهت اما انه كان بيجرب وثم انسحب له اسباب هذه طلبات نسميها طلبات المشكلة اما اشتر لادا عندكم يعتمد على العميل اللي ارسل طلب وقف وواصل ودفع وتقفل تقفل 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 فعدد جيد الاول سنة صراحة ايه انا اقول انه هذا العدد واحنا لسه ما دخلنا في التسويق بشكل قوي بس هل تشوفهم فيه نمو شهري يس يعني مرد ثابت مثلا بالضبط وكل ما اتحرك في التسويق كل ما النمو يزيد وكل ما ابدأ اشتغل على بعض خلنا نقول الشغلات اللي اعطي فيها فرصة للمستفيد والقى العدد يزيد فيه فيه عملية زيادة واضحة واحنا زي ما قلتلك لسه ما اشتغلنا على الضخ بقدر ما انه انا قاعد الى الان اعالج مشاكل والنموذج العمل اليوم صار بسعر ثابت يس الان انت لما تدخل عندك خيارين يا انك تروح المحامي ذاته يعني انا الان بدخل ابغى مشهور مشهور عارض سعره فانا باخذ سعر مشهور اما خيار ثاني تجي تقول انا والله قضيتي عمالية او استشارتي عفوا عمالية وانا عندي الاستشارة الفلانية انا مستعد ادفع على استشارتي المبلغ الفلاني مجرد ما تدخل في هذا الخيار ترسلها لجميع المحامين المتخصصين في العمال تنتظر لما احيق بضط المحامي عنده خيار يا يرد عليك يقول لك اوكي انا قابل سعرك وراح ارد عليك وتدخل انتو اياه في الاستشارة او انه يجي يقول لك فاعلوا معك وتنتقي منهم تدخل طبعا عندك المحامي اشبه بالسي فيه عنه واش تخصصاته واش تقييمه واش خبراته واش وضعه تفاصيل كاملة فهذه هي الان الخيارين اللي شغلين عليها طبعا حاليا استشارات قانونية وفترة القادمة القريبة ان شاء الله رح يكون انتوسع في الخدمات القانونية رح يكون في عقود وفي قضايا وفي اشكالية المجال هذا انه ما عندك تجربة مثيلة تقدر تقيس عليها فاحنا قاعدين كل مجال ندخله نبتكر فيه انا سألتك قبل اللقاع منصة تبينه اي وذكرتلي انها منصة غير منافسة مع انها منصة تقنية تقدم استشارات قانونية المنصة بيناه في نفس المجال وقاعدة يعني نوعا ما خلنا نقول فيه نوع من التشابه بس ما زال النموذج التقليدي اللي هو ارفع طلبك عب البيانات وانتظر المحامي يرد عليك هذا ما زال نعتبر نموذج تقليدي احنا رفعنا الورق من ورق الى تطبيق ولا تقنية الاختلاف عندكم وش المحادثة الاختلاف انه ادخل دايركت مع المحامي في محادثة مباشرة خذ استشارتك بشيء تكتب التفاصيل تكتب التفاصيل ان بعضهم اعطيك شيء بعضهم يرفع الاستشارة يعني مثلا قبل يومين في واحد رفع الاستشارة وحدة الليل ثم انه رفع كذا زعلان على الساعة يمكن تقريبا ثلاثة او اربع انه المحامي ما رد علي وانا متأخر وعندي جسد صبح الساعة ثمان اوه ابغى رده فصاير عنصر السرعة مرة كبير في الطلبات بشكل انه ما يحتمر اني انا ارفعلك طلب ثم ان انا انتظر لين انت تاخذها وتدرسها وكذا وتردعي لا ابغى شيء سريف فهذا اللي انا اقول لك انه هذا النموذج ما شفنا فيه منافسة في السوق مثل بينا وغيره من التطبيقات بالعكس احنا نعتبر السوق لما بيدخل معك منافسين انت يعني قاعد ينضج السوق معك انت وغيرك فهو قاعد يحرك منطقة وانت تحرك منطقة فبالعكس انا حس انه مصلحة للجميع انه يتطورون ويقتحمون السوق بشكل اكبر بس انه اللي قاعدين نواجه يعني مثلا في القضايا أنا بسلم منك قضية النموذج تقليدي مع المحامين تيجي انت يا مشهور عندك قضية اتفق معك يا انك تتفعلي مبلغ يا اخذ نسبة عليها يا مبلغ ونسبة خلاص سلمتني وكلني وروح انا ابدأ اتابع في قضياتك طيب كيف بتديرها ابعرف انت وين وصلت وش وضعك الحين وش وضعي في القضية بعد شهر شهرين ثلاثة يعني ابغى اصير انا عايش في القضية وبنفس الوقت لما انا الان جيت وقعت معك طيب افرض انك انت صار لك ظرف لا قدر الله توفيت انا بابلش معك في عقد ناشب معك في عقد ما قدر تحرك فيه فغير كذا انه انت الان قضية عندك وقعت عقد مع محامي استمرت طيب المحامي قصر تدخل في مشكلة في انك كيف تحاسب المحامي على تقصيره فلاحظنا ان الناس كانت هذه تخوفاتهم بس انت حليت يعني وقت على كلام كنت حليت مثلا او ساهمت في حل التحدي حق السعر او التكلفة ساهمت في حل هذا في الاستشارة ايه في الاستشارة ساهمت في حل التحدي حق خلنا نقول وفرت المحاميين توفرهم والخيارات الموجودة عندك يبقى التحدي حق انا ما اثق اصلا هذا الشخص قاعد يعتنيش سيارة صحيح ولا لا انا شخص مرت في هالتجربة في محامين انا محامين زي ديكاترا عاملهم اروح عند ثلاثة ايه وكل واحد ما يدرني رأت عند ثلاثة واجه يقول له انا عندي المشكلة الفلانية واش رايك في مواضيع تكتشف كل المحامي في جهة واحد يقول لي هذه اصلا مستحيل تطلع فيها لانه البند كذا 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 ما تقدر تسوي في شيء الثاني يقول لا البند هذا هذا اصلا يأيد موقفك طب ايجمعه وشوصله ايه بالضبط فأنتم كيف تعالوا جون مسألة الثقة هذه في المنصة احنا العميل لما يجي المستفيد ياخذ استشارته عندنا فريق مراجعة في البداية كنا نراجع كل استشارة وعلى الفريق هذا فريق محدد مؤهل فيهم حملت ماجستير فريق قانوني قاعد يراجع الطلبات طبعا عامل السرية وعامل هذا حريصين عليه مرة في عملية انه حتى الفريق هذا موقع وثائق واتفاقيات في مسألة السرية والافصاح احنا قاعدين نحاول نحافظ على سرية المستفيد اللي قدم استشارته وبنفس الوقت قاعدين نحاول نضبط جودة الخدمة اللي قاعد تتقدم في بعض الاستشارات قدمت مباشرة دخلنا على العميل توصلنا معا قلنا فيه تصحيح ترى الموضوع كذا 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 المحامي رجعنا له اما جمدنا عضويته شفنا انه غير مؤهل اما انه نبهناه بطريقة معينة انك انت تترك فاهم غلط وكان مفترض تستوضح كذا 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 ففي الاخير كان فيه اخطاء في هالجانب فكنا نحاول نستدركها بس عندي سؤالين اول شي انت قلت بدايت وترجع كل الاستشارة والحين يعني تغير لا لا الان هذا كان في البداية لما كبر الحجم انت يا انك تصير على نموذجك الاول ولا انك تصير عندنا مراجعة الان بطريقة انتقائية بالضبط عينات تأخذها بشكل مستمر غير انك اصلا المحامي رسم عندك سلوك خلاص انا عارف المحامي الفلاني سلوكه جيد وقادر يجاوب بشكل جيد في المجال هذا فخلاص انا اصير مثلا تدقيقي عليه مو بقى وقفه بس صار اخف من غيره غير كذا انه اي عميل او مستفيد يرفع بلاغ على استشارته مباشرة فريق الرقابة يبدأ يطلع على تفاصيل الاستشارة ويبدأ يراجعها اي اشكالية يعني بعض مرات انا قاعد اقول للشباب اي واحد مراضي ترجع لها فلوسه حتى لو المحامي قدم له الخدمة والخدمة صحيحة بس العميل يشوف ان الجواب ما اعجبه انا بتحملها بس عساس اني في الاخير اكسب ثقة العميل ترى انا مهمي الان فلوس همي تثق جودتها عالية بس قاعدين واجه هالمشكلة عننا يجي يقول لك والله المحامي ما فادني لا المحامي قال لك جواب صح فريق الرقابة المتخصصين اللي قاعدين يقيمونها قدم له جواب صح وفريق الرقابة مكومهم محامين ايه كلهم محامين فريق الرقابة قاعد يقيم صح انه فعلا المحامي قدم استشارة صحيحة رد عليك رد صحيح بس الرد ما جاز لك يعني ما جعله هواك طبيعي ما يجي علاوك هو قاعد يقدم لك رد قانوني فريق الرقابة هذا موظفين دوم كامل ولا في منهم موظفين دوم كامل في موظفين بفترات معينة حلو بس ما يخذون على على التشييك لا 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 الشي ثاني كنت بس تفسر عنه وجود اللجنة هذه اللي تشييك على استشارات بين العميل أو بين المستفيد وبين المحامي ما يخرق الخصوصية المفروض تكون موجودة بالاستشارة القانونية أنه لازم ما أحد يدري يدري عنده موش قاعد يصير هو فعليا أنا قلت لك أنه هالفريق هذا أول شي فيه اتفاقيات هنم مرة حريصين عليها على موضوع عدم اليفصال محدد الفريق محدد يعني مو بكل فريق العمل يستطيع أنه يدخل ما له صراحية هذا الفريق بس لعملية قياس الجودة عشان مو بكرة أنت تاخذ رأي قانوني ثم تروح تتصرف بناء عليه وتواجهك مشكلة أكبر من مشكلتك الحالية بس نظاماً ما في شي يمنع أنه يطلعون علىها لا 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 ما يمنع أنه في الأخير حتى في موضوع عملية الشرط الحكام اللي وافق عليها أنه إحنا عندنا فريق رقابة متخصص فريق الرقابة هذا عليه كنترول عالي عملية التشفير موجودة عندنا عملية تخصوصية جداً عالية لذلك فريق العمل ولا واحد يطلع فريق العمل اللي مو مختص بهالجانب هذا فريق الرقابة هو المختص هو اللي يطلع واستشرت قانونيين في الموضوع عندنا قانونيين مليانين على سيرة القوانين والأنظمة المشرعين اللي في المجال من المشرعين هو شي من الموجودين لعشان نستفيدهم بس معرفة القطاع هذا ومن اللي تتقاطعهم معهم الموجودين كيف يعني اللي شرعون القطاع هذا أو الخدمات القانونية شوف إحنا إحنا لما أتكلم أنا تطبيق إياس أنا أتكلم أنه إحنا جهة وساطة أنا أتكلم عن المحامين أول شيء المحامين أي المحامين أصلا إحنا عندنا يرجعون المين ترخيصهم أو رخصهم تصدر من وزارة العدي يعني كل محامي لأخ رخصة صادرة من وزارة العدي جميل الرخصة هذه شو نحصل عليها يحصل عليها بناء على أنه تقدم عندك متطلبات تقدم شهاداتك فيه متطلبات معينة تطلبها الوزارة في البداية تكون كمحامي تدرب لازم تدرب عند محامي مرخص مدة ثلاث سنوات ثم بعدها تاخذ ترخيصك أنك كمحامي يعني محامي خاص مشتقل منتب تابع لمحامي آخر إذا كان معك ماجستير تكون فترة تدريب سنة إذا معك دكتورة لأخارس مباشرة تاخذ الرخصة فهذه جوانب الترخيص كذلك عند الإدارة العامة المحامين في وزارة العدي وأنتم اللي معكم بس مرخصين أي إحنا ما نقبل يعني الآن عندنا في المنصة قرابة الستمئة خمسمية وكسر محامي فعليا المفاعل المنصة حول الثلاثمية ميتين وشوي ما فعلناه أما عنده مشاكل في الترخيص أما أنه عنده شكاليات في خلنا نقول فنيا ما نشوف أنه مناسب أنه يتجاوز أو أنه يدخل في حمليات تقديم الاستشارات فحنا حريصين أي محامي يتفعل ومرخص فعليا ومتأكدين من ترخيصه معنا حتى نسخ من ترخيص لأنه لازم يرفع نسخة ترخيص أو لازم يرفع شهادات أو لازم يرفع تفاصيل هذه وهذا كان السبب اللي خلاكم ما تستهدفون المتدربين في البداية لأنه ما عندهم ترخيص بالضغط طبعا المتدرب له ترخيص بس ما يقدر يقدم خدمة قانونية أو استشارة أو كذا إلا تحت إشراف محامي مرخص ما يعتبر هذا الشي اللي تسهون أو تففرون المضلة هذه أنه يصير محامي مرخص يعني مثلا إلا في محامين في مكتب محامات عنده محامين عنده عضوية قاعد يستقبل فيها طلبات المكتب هذا عنده فريقه قاعد يشرف عليه بس خلاص إحنا فعليا إحنا نفتح لك اليوزر كرخصة على رخصة محامي مرخص عندك محامين متدربين أنت تتحمل مسؤوليتهم هذه خطوة يعني قادمة ممكن إحنا ندخل فيها لكنه الآن الأمور قاعدة تمشي بالطريقة هذه أكيد لو بيمفتح موضوع الاحتياج في التخصص خصوصا لما أفتح مسار عقود مسار قضايا مسار فأنت بتحتاج كم كبير من المحامين في بعض المحامين المتدربين خبرته فهمه وطريقة عمله يعني أحسن من أي والله بعض المرات فعلا يجيك واحد يعني الله معطيه مهارة عجيبة في الجانب اللي هم متخصص فيه تلقى مثلا رجل قرأ كل الأنظمة في المجال هذا ودخل في تفاصيل وأحتك مع ناس ضليعين وخبر في هالمجال فتلقى خبرته فعلا تبهرك وهما زال المحامين تدرب له سنة سنتي حول فهذه بالنسبة الوزارة العدل الهيئة السعودية المحامين وش دورها بضبط؟ الهيئة السعودية المحامين عندهم رخصة أيضا تقدم للمحامين رخصة ثانية غير أي عندهم رخصة خاصة لها ميزات ولها أيضا اشتراطات تقدم لهم فيها فيه سجل للمنشأ القانونية أيضا مرتبط الآن المكاتب تعتبر هي عرام منشآت قانونية فيه سجل للمنشأ القانونية وصدر لك من هيئة المحامية وش تستفيد منه هذا؟ تستفيد منه في جوانب خلنا نقول أنت كمنشأة قانونية لما تطلع لك سجل المنشأ أنت بتحتاجه في زارة تجارة بتحتاجه في موضوع الضريبة بتحتاجه في فتستفيد من له تعامل خاص يعني لا مش تعامل خاص بس أنه خلاص يتعامل معك ككيان لو راح لوزارة تجارة وطلع ما تقدر لازم بس من هيئة المحامية تطلع سجلك يعني أنت تروح لوزارة تجارة كشركة مهنية بعضهم ما يستهدف أنه يطلع كشركة مهنية يبغى يظل كمكتب مكتب المحامة غير الشركة يعني أنت زي مؤسسة غير الشركة فأنت عندك مكتب محامات وعندك شركة أي الشركة شركة مهنية لك شركة يا شركة شخص واحد شركة شخص واحد أو شركة ففي بعض الناس سابقا كانت المكاتب يعني فعليا مرتبطة أنه يتاخب رخصة من سجل منشأة اللي هو من حيات المحامين ولا أنه بسجل وزارة العدل أو عفوا رخصة وزارة العدل يتوجه لأنه مثلا يفتح حساب بنكي يبدأ يخلص إجراءاتها الحكومية والمالية وغيره الآن التشريعات صارت لا تحكم الموضوع شوي من ضمنها سجل المنشأة اللي عند الهيئة هذا له صراحة تفاصيل وخلنا نقول التحديثات اللي عليه وما أنا مهتم فيها فهذا آخر تحديث عندي بخصوص هيئة المحامين من ناحية سجل المنشأة القانونية والترخيص اللي قدمونا لكنه الترخيص الأساسي عندنا اللي هو ترخيص وزارة العدل يعني وزارة العدل عطت الرخصة للمحامي خلاص فعالين يعتبرهم محامي مرخص بس هالجهتين اللي تتعاملون معهم واللي فيه جهة ثانية كمحامين طاق الصح مثلا انت فاجأت في حلقة حلقة سابق من شاء الله ثمانية مدريك لا المحامين عندهم مال جادة تمام وانت الآن كمقدم خدمة من أحد الأشياء اللي كنت نسؤول فيها قبل أنه الهيئة السعودية للمحامين عندهم الآن مقترح للنظام جديد للمنصات اللي تقدم خدمات ستشهرية هو عندهم نظام جديد فعليا احنا كوساطة نعتبر أنه نشاط تجاري لا نبنشاط مهني ولا نشاط والله مثلا أنا أقدم خدمات قانونية لا لأن المحامي يدخل والمستفيدين يدخل يستفيدون من بعض من خلال منصتي التقنية فأنا لست محامي ولست يعني خلنا نقول جهة مهنية قاعدة تدخل في المحام كنت تقول أنا تطبيق توصيل طلبات المطاعم البلدية أنا ما لدخل منك تخل فيني بالضبط أنت رح للمطاعم أنا كوسيط أنا ما لي علاقة طبعا هم طلعوا مسودة للنظام مسودة نظام منصات القانونية كثرة قاعد لا طبعا هم هم دخلوا حتى في يعني المنصة عفوا المسودة كانت مسودة أولية والمسودة الأولية عادة يعني خلنا نقول حنا أملنا الآن أنها تتغير كثير لأنه كانت المنصة المسودة فيها تفاصيل مستغربة مرة وش هدفها أساسا المسودة وش شيء اللي لحظون يقال لازم نسوي هم بيدخلون ينظمون عمليات تقديم الخدمات القانونية من خلال المنصات الإلكترونية فدخلوا في تفاصيل أعتقد أنه حتى التفاصيل هذه فيها إشكاليات قانونية يعني فيها إشكاليات قانونية في موضوع اللائحة في إشكاليات قانونية في طريقة التعامل مع السوق يعني الآن لما بتيجي تقييس وزهت التجارة طلعت معروف معروف شو يسوي يوثق لك يقول لك والله هذه المنصة موثوقة منصة التجارة الإلكترونية هذه تقييماتها بغض فأنت الآن هيئة المحامين كنا نتوقع أنهم يطلعون بمثل هالطريقة أنه أنت توثق المنصات اللي عندك قاعدة تقدم خدمة الوساطة مثلا في الخدمات القانونية لا تفاجعنا أنه تركيبة اللائحة والنظام المطروح فيها إشكالية وش الإشكاليات يعني مثلا واحدة من الإشكاليات أنه أنا وسيط قانوني وسيط عفوا وسيط بين قانوني وبين شخص مستفيد المسودة تقول أنه أنا أتحمل أي إشكالية قانونية يقع فيها المحام أنا ويا بالتضامن طيب أنا ما لدي علاقة فحنا حتى في أثناء النقاش كان في ورشة تعمل لنقاشها المسودة وسبحان الله جت في وقت أنا ما قدرت أني حضرها لكني يعني اطلعت عليها سجلتها واطلعت عليها صار في نقاش فيها الورشة أنه طيب أنتم يا الهيئة ترخصون محامين صح؟ طيب لو أخطى المحام يتتحملون فنفس الشيء عندي أنا كوسيط أنا ما نمحامي أنت الآن كوزارة عدل لو أخطى المحامي لو صار منه لو كلف العميل تكاليف باهظة بهالخطأ اللي سواه الوزارة ما تتحمل ما تجي الوزارة تقول للمستفيد تعال أنت خسرت مئة ألف مليون خذت فضل لا ففعليا أنا وش علاقتي أنا وسيط أنت رخصته فإذا هو عنده مشكلة أنا استنتع الترخيص بالضبط أنا استنتع الترخيص بلعنها إذا أنت بتجي تحاسبها حاسبها هو لا تحاسبني أنا أنا مجرد بيئة تقنية سهلت أن الثنين يتعاملون مع بعض بشكل سريع وبسيط غير حتى يعني مثلا من الإشكاليات اللي فاجأتنا أنه الرسوم كانت عالية جدا رسوم رسوم على المنصات رسوم سنوية ورسوم على كل محامي وظاف رسوم فكانت يعني بالنسبة لنا أنا كانت مفاجئة صراحة وبنفس الوقت لما ناقشنا كانوا الهيئة صراحة متجاوبين في ورشة النقاش اللي كانت على المسودة وهذا خلاني شوي أتفعل أنه إن شاء الله أنه هذا النظام أو المشروع مشروع النظام أنه يا أنه يطلع من جهة تشريعية صحيحة يعني خلنا نقول كان في بعض الإشكاليات والنقاشات اللي صارت في الورشة أنه منتبو الجهة المخولة بإصدار النظام هذا أنت كهيئة ما أنت مخولة بتشريع أنت ما أنت جهة تشريعية تشريعين أنظمة وتشريعين لواء هذا النقاش اللي دار كان ردود الهيئة واستيعاب من الموضوع أنا عطتني تفاؤل أنه إن شاء الله ممكن يكون في تصحيح الوضع أما يكون النظام يعتمد من جهة تشريعية معينة أيضا النظام يصير ممكن للسوق ما يكون داخل بطريقة يعني حتى كان من معضيات النظام أنه أنت كمحامي لما تفتح لك منصة موقع تدفع رسوم بس وش القيمة اللي تحصل عليها من الهيئة القيمة اللي بتحصل عليها من الهيئة ما أعتقد إذا قدمون لك خدمات ما رح تكون بعد بلاش هم أي أوكي عندك أصلا الرخصة اللي أنت تاخذها من الهيئة برسوم عندك زي السجل التجاري أنا الآن وزار التجار لما بجي أتعامل مع جهة مثيلة وزار التجارة أنا قاعد تاخذ مني رسوم لكن ما جت وزار التجارة تاخذ مني رسوم على أني فتحت متجر الالكترون خذت مني رسوم على تراخيص على فالهيئة لما جت بها المسودة صار فيه أنه لا حتى موقع الكترون اللي بتفتحوه ترى عليه رسوم طيب رسوم ليه حتى رسوم أنا بالنسبة هذه ما همتني لأنها تهم المحامين أنا صراحة كان تركيزي كله على موضوع المنصات المنصات كانت فيها رسوم سنوية ورسوم على كل محامي صادمة الصدق صادمة صادمة بشكل يعني وفعلا بتكون هي عنصر مخاطرة إذا ما تعالج إذا ما تعالج النظام بشكل أو بآخر فأنا اللي مطمني أنه ما زال مسودة واللي مطمني أكثر أن الهيئة استوعبت وجهات النظر بطريقة إيجابية ونقول إن شاء الله لها أثر في النظام اللي بيطلع يشرع المسار هذا يعني أنا لي محاولات الآن مع وزارة التجارة أنه كونني أنا جهة جهة وساطة تجارية من بجهة مثلا لأقدم خدمات قانونية لا أنا جهة وساطة تجارية فأيضا أبغى لي تشريعات وتمكين بطريقة مناسبة الهيئة قاعدين ننتظر منهم في تواصل معهم مفتوح متفائلين إن شاء الله أنه يصير فيها يعني إحنا كنا حريسين صراحة في البداية على نقطة أنه أهم شيء أنه اللي داخل معي يقدم خدمة هذا مرخص ترخيص ساري صحيح وضعه سليم هذا اللي كان يهم أساس أنه في الأخير ما يصير عندي أي إشكاليات في تقديم الخدمة رأي حالي النقاشات ورش العمل صعبة مرة كلهم محامين وكل واحد يقول لك نظام ونقاط فعلا يعني هو العملية فيها فيها صراحة فيها تحديات لكنه إن شاء الله هنمتفائل كم محامي الفكرة موجود تقريبا في سعودية لا يعني توقع أنه تجاوزني أنا آخر تحديث كان عندي فوق العشرة ما أدري إحنا وصلنا للخمسة عشر توقع هذي حد نموكم بعدين لا لأنك ما رح تقدر تجيبهم كلهم تجيب نسبة من تغفرين في السوق صح بس أنه في الأخير هذا السوق الحجم اللي فيه قاعد يستوعبه خلنا نقول حجم الطلبات وحجم قاعد يستوعبه السوق من ناحية المحامية أعتقد مع تشريعات وزارة العدل اللي تطبق لاحقا مسألة أنه والله الآن مثلا ممكن يعني عندك المحكمة عندك محكمة ابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة العليا في بعض المحاكم ما تدخلها من خلال المحامي راح تنزل نظام أنه أنت خلص ما تدخلها من خلال المحامي يعني مثلا عندك المحكمة العليا وللاستئناف دخولك لها في قضيتك كمحامي أطور علاقة هذه معه وسير راح الآن الآن إحنا جالسين نطور مسختنا الحالية على أساس أنه تشمل العقود والقضايا فكرة عندنا أنه إحنا بنطلع بالتطبيق أنه يكون يعني هو سوبر آب قانوني يعني بالعربي الفصيح أنا أستهدف أنه بكرة أنت يا مشهور وفلان معلان له محامي خاص فيه بس يقدر واحد في الأخير من خلال التطبيق أحتاج مرافع ولا أحتاج شيء مقطع التطبيق أحت رقمه تدقى على المكتب فمن خلال لا طبعا هذه لها شروع ما يقدروا تجاوزها وفيه طبعا تصير بعض التجاوزات لكنها يعني وأنتم تحكمون أنه كل شيء يصير داخل التطبيق غير كذا أنه أنت الآن لما بتجي من خلال التطبيق أنا بقدر أنا أضمن لك جودة الخدمة بقدر أسوي لك رقابة بقدر أحفظ حقوقك لأنك دافع يعني في بعض الناس تدفعوا وفعلا كانت الخدمة ميهب جيدة المقدمة أو فيها إشكال أو فيها مباشرة ترجع لها فلوس يعني أنا عندي فوبيا في هالنقطة لدرجة أنه الشباب بيقولون يعني بعضهم ترى يعني طلبوا أنه تسترد الفلوسهم مو منطقي قلت معليش استرد له أنا الآن مو قاعد أفكر أنا أربح منه ولا لح تحاول تبني العلاقة أنا أبغى أبني علاقة عشان أزيل التصور اللي عندها السلبي عن المحامي أو عن الخدمات القانونية أو عني أنا ماني برايح إلا على مشكلة كبيرة لا أنا أبغى يجيني على أدفع مشكلة أبغى أكرر السلوك هذا أبغى يصير عنده سلوك لو يصير له أي مشكلة مباشرة على طول يرفع جواله ويدخل ويستشير لو أنا عقد العمل حقي هلأ لو استقلت عقد إيجارك بيتك عقد أنت رايح محل استلمت بضاعم تجارة أكترونية معيبة استلمت بضاع عميب نفس اللي موجودة بالصورة عندك مشكلة مع محل تأجير السيارات أي مشكلة تواجهك والناس من تصبح لين تمسي وهي في دوامة الحياة تواجهها مشاكل ما بغى يشيلهم أني والله أخاف استشير لا فلوس بدفع مني بضامن أنه أنا باخذ قيمة لا خذ قيمة ولو ما أخذت قيمة بترجع لك فلوس أنا بس بأختم بالسؤال اللي أولي قعطي كلام ممكن السؤال اللي نختم فيه عادة ما ضيوفنا اللي هو لو بيرجع فيك الوقت أنتم بديت قبل سنتين أولا سنة ونص قبل ياس تقريبا قبل سنتين حال فلو فيرجع فيك الوقت بنفس خبراتك وتجاربك الحالية وش الأشياء اللي بتتجنبها وش التغييرات يمكن اللي بتتسوية عندي مثلا فريق العمل التقني كنت بشتغل عليه بشكل أفضل ما استثمرت فيه كفاية استثمرت الآن يعني أنا بدر الله يعطيه العاف يعني بدر أن أعتبره عراب في هالمجال اللي فعلا أنا أعتقد بعد الله ما وصلنا لها القوة إلا بوجود واحد تقنيا فاهم بشكل مريح طيب وش اللي منعس برون أكثر احنا في البداية كانت شفتها الصدمات اللي واجهتنا فتضخ في التقنية وانت السوق لسه انت مو بفاهم الشكل اللي ناسب فكنت متخوف من عدم نجاح ايوة بالضبط فحنا هذا اللي خلانا في الأخير كان صرف فيه هدر شوي إلى الآن توازننا وفعلا صار التيم عندنا وكوناه واشتغلنا عليه فلو رجع بي الوقت كان وصلت لهالنقطة اللي أنا فيها حاليا وكونت التيم اللي خاص فيني وانطلقت فيه بشكل أقوى لأنه كان بيختصر لي وقت كثير حاليا عندنا مثلا موضوع خلنا نقول جوانب التسعير اللي خبطنا فيها وحسنا مع الناس كان بطلع بنموذج أفضل شفها مع التجارب بضغط لأنه كانت الإشكالية عندنا أنه نلتفت يمين نلتفت يسار ما في تجارب ما في تجارب أقدر أقيس عليها خصوصا في هالمجال هذا فكنا نجرب ونتعلم نجرب ونتعلم ونعدل بسرعة وصلنا الآن لنموذج ممتاز تطويرنا في الشيء القادم الآن في العقود والقضايا استفدنا من التجربة السابقة ولذلك إحنا بندخل في عملية أنه أنا ما أقدم لك القضية بطريقة الإدارة التقليدية لا أقدم لك طريقة إدارة تتوافق مع الرقمنا اللي أنا قاعد أحطها لك بس نموذج العمل عادة التسعير يختلف هنا أي طبعا قضية غير معلومة طبعا 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 بكل أفضل العقود نفس الشيء فيها أخذوا عطف كير بالضبط يعني حنا حتى بنوصل لمرحلة في التطوير أنه أنت ممكن قلت سألتني تراك اصلت علي وسألتني ولكنت بقول لك وش اللي فعلي قلت لي يا أخي أنا أبغى أوقع عقد أبغى أوقع اتفاقية بيني بين واحد في جدة يا أخي هو مبجاي وأنا ما يبرع إحلا في منصات تسويها الشيء ترك بالضبط فهذه واحدة من الخدمات اللي حنا شغالين عليها أنه في الأخير بيصير أنك تستطيع أنك توثق وثائق بتوقيعات ممكن تحت إشراف محامي سألتني لها حلول الآن لها حلول موجودة لكنه في الأخير أنا قاعد أستهدفني أنا أقدم لك سوبر آب قانوني قاعد يخدمك في كل أساراتك القانونية حتى في جانب التوثيق يعني بعضهم يجي يقول لك تجي طلبات لما كانت في الشركة القانونية اللي قاعدة ديرها تجي طلبات أنه إحنا عندنا اتفاقية نبغاكم أنتم توثقونا كمكتب محامات إحنا بنجي نوقع عندكم وأنتم موثقوها لنا فأحيانا يجيك مثل هاتطلبات وكثير كجانب محايد أنت توثق الوثيقة هذه أنا ما بيوقع قبل ما أتراجع في الضبط غير أنه مسألات أنك ما ترتبط أنت في أمريكا ولا في الرياضة ولا في جدة ولا في أي مكان تقدر ترفع وثيقتك يوقعونها اثنين بشكل سريع وموثق وتحت إشراف محامي يوثق لكم بشكل أكبر في الجانب فمعني هذا اللي صلنا له كطموح عالي صراحة وبدر الله يعينه يعني جانب التقنية أنا قاعد أقول من كثر ما عندي أفكار وعندي طموح أوصل بشكل سريع للي أبغاه يمكن لو بوظف عشرين وتلاثين واربعين يمكن ما يسعفني الوقت أني أنا أدعس وأوصل للشيء اللي أبغاه بسرعة يعني قاعد أقول بدر قال بدر أنت قاعد تكب لي أفكار يعني الآن إحنا قاعدين نشتغل أقطاع الأفراد صح؟ الآن أنا شغال في تطوير إياس أعمال بتصوير فكرتي إن شاء الله بإذن الله حررت فنقول لك الآن عندي إياس أعمال أنا قاعد أشتغل عليه يعني قال أنت الآن قاعد تطور لي عقود واتفاقيات وقضايا ثم جايني بإياس أعمال وجايني بتوثي ففي حجم أفكار في هالسوق قاعدة يحتاج هالسوق بقوة ولها مستقبل واعد قاعدين نشتغل عليها فالاستثمار في التقنية هو اللي صراحة هي من الأشياء اللي لو رجع بي الوقت استثمرت فيها بشكل أقوى لأنها هي الرافد القوي اللي بيخليني أسبق بشكل كبير وأطلع الخدمات للسوق يحتاجها بشكل قوي وواضح جميل عساك على القوة الله يكبر وأنا صراحة سعيد جداً بالجهود اللي تسونا وسعيد بلقاك برطة الله يأتيك العافية وإذن الله يستفيد أكبر ناس لو ما استفادوا من إياس على الأقل يستفيدون من النقاشات والأفكار اللي قلناها في الحلقة هذه فإنهم يروحون يستشيرون أحد وما ينتظرون اليما تكبر كرة وصير الموضع مكلف جداً شكراً لوقتك عبد الرحمن شكراً لك هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم شكراً لمتابعتك الحلقة إذا أعجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز وإذا عندك ملاحظات يالك شاركني إياها على حسابي في تويتر آد دبيان أو إيميل برنامج شكراً لفريق سوالف بزنس في الإنتاج في هذا القصير في التصوير ياسر الغانم وعبد الرحمن الحلان في التحرير مرامض بيبان وفي هندسة الصوت محمد الحسن شكراً للراعي الرسمي مصرف الراجحي كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة الثمانية للنشر والتوزيع